موضوع حلقة النهاردة على اللعب المالي النظيف يعني ايه؟ يعني ايه قانون اللعب المالي النظيف؟ قبل بداية الموسم الالتحاد كرة القدم المصري اعلن انه هيطبق معايير اللعب المالي النظيف على مسابقة الدوري العام المصري ما قالش كده قال ده ببيان على موقعه لكنه لم يحدد ما هي قواعد اللعب النظيف او اللعب المالي النظيف التي ينوي تطبقها هذا الموسم النهاردة قررت مع حضراتكم نتكلم في هذا الامر لانه موضوع هام جدا وحيبقى حديث الساعة في الايام القادمة فلازم نشرح لحضراتكم ايه اللي بيحصل في الاول نشرح يعني ايه؟ قانون اللعب المالي النظيف اللي فكر فيه الاتحاد الاوروبي لكرة القدم سنة 2009 وخرج النور او خرج القانون للنور سنة 2011 اللي يتم العمل به فعليا في 2011 طيب لاتحاد كرة القدم الاوروبي قرر يعمل قانون اللعب المالي النظيف الاجابة لان نص الانداء الاوروبية في 2009 لما الاتحاد الاوروبي قرر يعمل هذا القانون كانت مديونة وقرب التفلس عشان كده قرر الاتحاد الاوروبي اخراج القانون للنور عشان ينقذ كرة القدم الاوروبية من الافلاس افتكروا الفترة دي في 2008 2009 طيب ايه هي قواعد اللعب المالي النظيف في اوروبا طبعا نمنا واحد الاندية يجب ان لا تتجاوز نفقتها ارادتها الرياضية فقط يعني ايه مبلغ الانتقالات ارادات التذاكر والبث الرعاية والمبيعات التجارية هو ده الموضوع رقم اثنين النظام يمنع الاندية ان تكون مديونة لاندية اخرى طيب تمام دي مفهومة رقم ثلاثة في اول موسمين راقب يويفا سير الامور المالية للاندية وتقاررها السنوية بحيث يكون مقدار الخسائر محدد في كل موسم ويستمر بالانخفاض تدرجية ده في 2011 مقدار الخسائر كانوا حطينه 45 مليون يورو كحد اقصى للخسائر في الموسم الاول ثم في الموسم التاني 30 مليون يورو ثم في الموسم التالت 15 مليون يورو ثم في الموسم الرابع صفر بحيث ان انت تبقى في 2016 مش مديون لاي حد ولا عليك خسارة ولا بتخسر كنادي طيب تم تعديل النظام في اللعب المالي النظيف في خانون اللعب المالي النظيف في يونيو 2022 ليه؟ ليكون اكثر مرونة يعني لكنه اكثر واكثر استهدافا وسماحا للاندية بزيادة عجزها لكن في نفس الوقت مع منعها من هدر كل دخلها على الرواتب ورسوم الانتقالات وبالتالي سيتعين على الاندية تحديد رواتب لاعبيها ومدربيها ورسوم الانتقالات وعملات الوكلاء بنسبة معينة النسبة دي كان سبعين في المية من دخل الاندية فلو الاندية بيخش له مئة مليون يورو تصرف سبعين ده اعتبارا من امتى من موسم خمسة وعشرين الفين خمسة وعشرين الفين ستة وعشرين السبعين دول على ايه؟ على الرواتب والتعاقدات ما بين اللاعبين مثلا طب بيخش لك مئتين يبقى تصرف مئة واربعين والسبعين او الستين اللي بقيين ملكش دعوة بيهم طيب هي القواعد اللي حطها الفيفا دي علشان ايه؟ علشان اليويفة علشان ايه؟ ينقذ الاندية من الافلاس طيب واللي يخالف يحصل مع ايه؟ تعالوا نشوف ايه اللي هيحصل لو خالفت هذه الامور يعني لو مرتباتك والامور اللي بتصرف على كرة القدم تعدد السبعين في المية هيحصل ايه؟ على اي نادي عقوبات اليويف على من يخترق قواعد اللعبة المالي النظيف رقم واحد التوبيخ والتحذير ماشي تعدي رقم اثنين الغرامات رقم تلاتة خصم النقاط رقم اربعة حجب الاراضات التي تكسبها الاندية من المشاركة في مسابقات الاتحاد الاوروبي لها دولة الابطال والدولة الاوروبي وكل البطولات الاوروبية رقم خمسة الحرمان من تسجيل اللاعبين الجدد في مسابقات الاتحاد الاوروبي رقم ستة تقليل عدد اللاعبين المسجلين في مصابقات الاتحاد الأوروبي رقم سبعة الاستبعاد من مصابقات الاتحاد الأوروبي الجارية رقم تمانية الاستبعاد من مصابقات الاتحاد الأوروبي في المستقبل طبعا أنا بعمل لحضراتكم موجز لكن خلينا نروح بقى للشرح بعض الأمور الخاصة بهذه أو بعض المواضيع الخاصة بهذا الأمر عشان الناس بس تعرف يعني إيه اللعب المالي النظيف يعني مثلا ليه ميسي ميشي من برشلونة السنة اللي فاتت أو السنة اللي قبل اللي فاتت عشان موضوع الرواتب تحديدا باختصار كده يعني عشان أوضح لحضراتكم وفقا لقواعد اللعب المالي النظيف المفروض برشلونة ما يصرفش أكتر من 70% من دخله على رواتب اللاعبين وتعقداته قبل ما ميسي يمشي وكان بيتم التفاوض معاه على تجديد تعقده في برشلونة كان أصلا برشلونة متجاوز سأف الرواتب بتاعته نسبة 110% من إجمال الدخل وبالتالي مستحيل استمرار ميسي عشان كده ميسي ميشي كان لازم يتخلص برشلونة من ميسي ومن المرتب بتاعه ومش هو الوحده ولكن كان هناك لعبين آخرين من أصحاب الرواتب العالية لتعديل النسبة وإنها توصل في النهاية لـ 70% طيب إيه اللي حصل السنة؟ السنة دي وإزاي برشلونة تعقد مع هذا العدد الكبير من الصفقات وأيدهم لأنه في الموسم الماضي رابطة الليجة اتفقت مع رعاة جدد ودخلت للأندية فلوس منها برشلونة طبعا تقريبا دخله دخل 270 مليون يورو في ميزانيته وده ساعد في أنه هو يتم التعاقد مع لاعبين جدد مبابيه مثلا في أول موسم له مع باريس سنجرماء كان إعارة مش بيع نهائي لأنه وقتها تحديدا باريس سنجرماء تعقد مع نمار ودفع 222 مليون يورو شرط جزائي البرشلونة ودف ميزانيته يعني بالتالي لو بعدها تعقد مع مبابيه بمبلغ ضخم يبقى حيضع نفسه تحت طائلة عقوبة اللعب المالي نظيف فعمل إيه؟ فجاب اللاعب مبابيه ساعتها أو كتب عمله عقد إعارة باتفاق ودي كده مع باند الشراء في الموسم اللي بعده ب180 مليون يورو الموضوع ببساطة هو إيه؟ إن زي ما بنقول بالبلد كده على قد الحافة كمد رجليك يعني معاك فلوس تشتري معاك 100 مليون جنيه مثلا هتشتري ب70 مليون جنيه فقط ما عندكش فلوس يبقى مش هتشتري ابنك خد منك جنيه مصروف ورجع بالليل قلت له عملت إيه؟ قالك ركبت أوتوبيس بنص جنيه وتغدت بجنيه ورجعت بنص جنيه وحاجات كده كده يبقى في جنيه عجز عند ابنك أو ابنك جاب الجنيه الزيادة ده من إيه؟ لازم يقدم سبب للجنيه الزيادة ده؟ والناس لازم تسأله إحنا جابين يعني أنا ابني لو عمل كده هجيب أقوله أنت جبت الجنيه ده من إيه؟ ده شرح بسيط لموضوع اللعب المالي النظيف أي نادي عنده إرادات من عقود رعاية من بث فضائي من بيع لعبين من تسويق منتجات أندية النادي أو أي إرادات أخرى هي دي الإرادات طيب المصروفات إيه؟ شراء لعيبة ومرتبات لهؤلاء اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارات والملاعب وكل ما يتعلق بقطاع كرة القدر مفروض أن الإراد يساوي المصروف ده هنا في مصر لو المصروف أقل من الإراد يبقى خير وبركة تمام محدش عايز على يعني لكن لو المصروف أكتر من الإراد هنا يجب أن تتدخل ونبدأ عمل أو نعمل حسابات لللعب المالي النظيف مثلا خلينا نقول هنعمل أمثلة علينا يعني فريق مثلا قناة النادي الأهلي وفريق قناة مدرستنا فريق قناة النادي الأهلي باع مثلا أي اسم من الأسماء اللي عنده لفريق قناة مدرستنا باعوا بكام؟ بمليون جنيه لازم سعر الاسم اللي بعده يبقى إراد في قناة الأهلي مليون جنيه ومصروف في قناة مدرستنا مليون جنيه ماينفعش يبقى هنا رقم وهنا رقم آخر لأن ده حيبقى اسمه تلاعب أتمنى أن حد يقول لي مين بيعمل كده في مصر غير النادي الأهلي طلع النادي الأهلي برا الموضوع لكن هل في حد بيعمل أنا معرفش أنا بسأل العشان ما حدش يقول لي أنت بتشتم الأندية وبتنتقد الأندية ولا باشتم ولا بنتقد أنا بقول أن هل في في مصر حد بيعمل كده غير النادي الأهلي لأن النادي الأهلي عنده ميزانية واضحة لقطاع الكرة ميزانية النادي الأهلي لقطاع الكرة تقدر تفتح أي عضو جماعية أممية في النادي الأهلي يقدر يفتح ويشوف الميزانية أنا صرفت على الكرة 10 جنيه ودخل لي 10 جنيه مثلا ومع شركة الكرة الميزانية حتبان أكتر والأمور هتبقى واضحة للكل ولكن هل ده كله بيحصل في بقية الأندية هل في كل الأندية في مصر بتتم مراجعة عقود اللاعبين والبيع والشراء عشان يتم تطبيق يعني هل في نادي أي نادي في مصر تاني غير النادي الأهلي بيعلن أن أنا اشتريت فلان بكذا عشان دخلي كذا ما حدش بيعمل كده ما اعتقدش ما عرفش يعني أنا بسأل هل في حد بيطبق هذه الشروط وهذه الأمور بجد مش تسريفه على ورق بس أرقامه على ورق هل ده بيحصل ولا ما بيحصلش أنا معرفش أنا بسأل يعني نادي يبقى محجوز عليه مثلا نادي يبقى محجوز على عليه في بنوك كل البنوك بتاعته مثلا وبيتعقد مع سبع تمن لعبين ازاي أنا معرفش منين مهم ممكن يكون على فكرة صح بس ازاي ومنين وفين نحب نعرف نحب نشوف نادي آخر معهش فلوس وبيتعقد مع لعيبة بيديهم شيكات مثلا قد تكون هذه الشيكات مثلا معرفش تكون شيكات بدون رصيد مثلا هل دا جايز ايه الكلام يعني بنشوف حاجات بتحصل نفسنا نعرف ايه اللي بيحصل نادي اراداته ما تكملش عشرة خمستاشر عشرين مليون جنيه من بس ورعاية ازاي يشتري لعيبة ازاي كل سنة يشتري لعيبة بمئة مليون جنيه مثلا او بخمسين ستين مليون جنيه حاجات غريبة لواحد بيشوفها واتمنى ليه انا بفتح الموضوع دا النهاردة من اللي بشوفه حواليا ومكمل فيه على فكرة مش هاسكت مش هاسكت هفضل مكمل في هذا الام وفي موضوع اللعب المالي نظيف ده عشان اعرف الاندية المحجوز عليها دي بتجيب فلوس منين والرخص طيب الاندية اللي برضو بيخشلها عشر عشرين تلاتين مليون جنيه وبتصرف مية بتصرف منين هتقول لي التمالك ومال الكلام ده انا عايز اعرف يا اخي فيه قانون اسمه قانون اللعب المالي النظيف مش النادي الاهلي اللي عمله ولا جمهور الاهلي اللي عمله اتحاد كرة القدم اللي عمله هل سيتم تطبيقه ولا حيتطرمخ عقود البس والرعاية هتكون ارقامها واضحة خلال الفترة اللي جاية لكل الناس لكن بيعوا الشراء اللعيبة ده محدش عرف عنه حاجة يعني النادي الاهلي لما بيعلم بيقولك انا عملت كذا وجبت كذا بلاش في ميزانية النادي الاهلي بتشوف الميزانية الكرة صرف عليها مية مليون ومدخلة مية مليون مثلا يعني ومدخلة مية مليون فبتبقى فاهم هل ده بيحصل في بقية الاندية محتاجين ان نفهم القانون ده معناه ايه هل القانون ده ممكن يؤثر سلبا ام ايجابا على كرة القدم في مصر خلال الفترة اللي جاية مهم جدا نعرف انا بس انا عارف ان هو كلام انشا كتير لكن انا حبي تعرف حضراتكم هو ايه اللي بيحصل وهل ده هيحصل مع بقية الاندية ولا برضه هتيجي على النادي الاهلي وتقول كذا وكذا وكذا وبقية الاندية ودن من طين ودن من عجين محتاجين نفهم الكلام ده بس هو كلام بالنسبة لنا احنا فاهمين يعني ايه اللعب المالي النظيف وبالتالي احنا بنمشي امورنا بهذا الشكل النادي الاهلي يعني بيمشي اموره بهذا الشكل لكن بقية الاندية اللي بيحصل فيها. ممكن تكون ماشية في شكل جيد. وإحنا مش عارفين مثلا. بس حابين نعرف. وحابين نفهم. هل سيطبق اتحاد كرة القدم هذا القانون ابتداء من الموسم القادم. ولا لا. هتمنى أن ده يحصل خلال الأيام القادمة.